بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين يتكرر السؤال عن ري النخيل وفي الحقيقة إن ري النخيل يعتبر من أهم الخدمات على الإطلاق والتي لا يستغني عنها أحد من المزارعين فقد جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي وتختلف حاجة النخيل للماء حسب المرحلة العمرية والتوقيت الزمني وتختلف حاجة النخيل المزروح حديثا عن حاجة النخيل الكبير كما تختلف الحاجة للماء في الصيف عنها في الشتاء وكذلك تختلف باختلاف مناطق زراعة النخيل فالمناطق شديدة الحرارة تحتاج ري أكثر بالكمية والتكرار من المناطق المعتدلة وكذلك قرب الماء الأرضي في بعض المناطق بحيث تصل إليها الجذور وطبيعة الأرض تحدد كمية الحاجة للماء وتكرار السقيا فالأرض الطينية تحتفظ بالماء وتختلف عن الأرض الرملية التي لا تحتفظ بالماء وتحتاج إلى الري بفترات متقاربة عن الأرض الطينية وحاجة النخيل من الماء تختلف في الآراء والخبرات وتم عمل أبحاث كثيرة في السنوات السابقة وما زالت كذلك لتقدير الاحتياج للفعيل النخلة وقد اختلفت النتائج كثيرا بين المراجع وكذلك باختلاف المناطق وطبيعة المناخ ولكن من واقع التجربة فعلى المزارع أن يراعي طبيعة الأرض الموجودة لديه طبيعة مزرعته وطبيعة المناخ الموجود فهل هناك حرارة شديدة ورياح جافة أو هناك رطوبة وكذلك دائما ننصح أن يسترشد المزارع بتجارب المزارعين الخبراء القديمين في منطقته فهي من أهم الاستشارات التي يجب أن يحاول المزارع أن يحصل عليها من جيران المزارعين التي لديهم تجارب ناجحة فالزراعة تجره بالدرجة الأولى فإذا وجدت مزارع ما شاء الله تبارك الله ناجح زراعته وإنتاجه ممتاز فاستشر وعلى من يستشار المستشار مؤتمن أن يبذل النصيحة لأخوان المسلمين ولا يبخل منها شيء فإن لها أجر وصدقة جارية والنخيل والزراعة تكلف أموال فيوفر عليهم أموالهم وكذلك يفيدهم وهم العمل الذي ينتفع به بإذن الله تعالى ومن الذين كتبوا عن النخيل وعن ري النخيل شيخ المزارعين في المدينة رحمه الله الشيخ عليت بن مسلم المحمد الحربي رحمه الله تعالى والذي يعتبر المرشد الزراعي الأول بمنطقة المدينة المنورة خدمة في اللجنة الزراعية كان مدينة لجنة الزراعية في المدينة أكثر من ثلاثين عام وكأن مشهور في مزارع كثيرة بعضها يملكها وما زالت بيسمها حتى الآن وأشهر مزارع في قبا بقر مسجد قبا وكذلك في مناطق أخرى وبعضها استعجرها مثل خيف المقبولية واستمرت خبرة في الزراع أكثر من سبعين عام توفي رحمة الله عليه عام 1412 لهجرة وكان إماما لمسجد قبا ونذكر نصا ما كتبه رحمه الله يقول إن النخرة تحتاج الري عند غرسها إلى الماء بالقدر الذي يجعل التربة رطبة وغير جافة وذلك لمدة أربعين يوما بمقدار جالون ماء كل يوم ثم بحسب ما يراه المتعاحد بها وإذا كانت الرطوبة باقية على وجه الأرض فيمكن بعد عشرين يوم يسقيها يوم بعد يوم وإذا ظهرت عليها علامات الحياة فيسقيها يوم بعد يومين وتستمر على هذا التوقيت حتى ترتفع بقدر متر وتعمق جذورها بالأرض وبذلك تكون تجاوزت مرحلة الحضانة وتعتمد على نفسها لو تأخر الماء عليها لمدة أسبوع أو عشرة أيام فلها القدرة على تحمل التأخير ولكنه يحد من نموها ويؤخر استعدادها للإثمار خصوصا إذا كانت التربة سريعة الأمتصاص أما النخيل الذي تهيّد الإثمار فإنه يحتاج للري المتواصل والذي هو أربعة أيام في فصل والذي هو أربعة أيام في فصل الصيف وعشرة أيام في فصل الشتاء وإن زاد على ذلك فلا يضره فالزيادة خير لهم من النقص انتهى ما ذكر الشيخ حليت رحمه الله وفي بعض الأسناف التي تجرى تمر وليس رطب وعند اكتمال جزء كبير من الرطب في العذق فيحتاج إلى تقرير الماء عن المعتاد من حيث الكمية والتكرار تدريجيا ولكن بحرص ويسترشد كما ذكرنا بما حوله من المزارعين الخبراء في المنطقة ونسأل الله سبحانه وتعالى